اشتركوا في القناة اين تشكيلة تمثل المنتخب المحلي اجماع على ان كل هؤلاء الاسماء لهم مكانة في هذه التشكيلة عكس ما كان يجري في السابق عندما كنا نلاحظ ويجب ان نقول الحقيقة مثل ما هي وانا اعلامي ولست تقني وليس لدي حق التحفظ كنا نرى في السابق عملية غير مفهومة من الجانب الرياضي حول احتكار لاعبي بارادو لمختلف المنتخبات الشبانية والنتائج كانت سلبية انا هنا لست ضد العمل التي تقوم به هذه الاكاديمية لكن كنت ارى من العيب ومن العار ان نجد 70-80% من كل المنتخبات للاصناف الصغرى يعني ينتدبون من تلك الاكاديمية ولأول مرة رأينا ان هذا المنتخب لا نجد فيه ذلك الاحتكار لماذا؟ لان بالماضي موجود ايضا لمست بالماضي موجودة في هذه القائمة احتلعبين الاكاديمية كان عندهم مستوى صفالي قلت لك لست ضد العمل الذي كانت تقوم به الاكاديمية لا لعبين كانوا يتوجدوا في المنتخب لكن كانت توجدهم كان منطقي بنظر لم يكن منطقي بدليل اين كان هؤلاء في المنتخبات الصغرى هذه الاسماء التي رأيناها اليوم في المنتخب المحلي كانت مغيبة في فترة سابقة اليوم بالماضي قام بعملية بلمضت الطاقم الفني حتى في المنتخب المحلي واتمنى ان تسير تلك العدوى لنرى بلمضة اخرى في منتخبات اقل من 17 واقل من 19 حتى ياخذ كل لاعب حقه في الاستدهاء في علمك بالي بالخير كان في معالي ايفان الاقل من 20 سنة ملعب ولا دقيقة اليوم رأى متوجد في المنتخب المحلي ملعب ولا دقيقة في تور نواه داك اليوم رأى موجود في علمك بالي بالخير كان في معالي ايفان الاقل من 20 سنة ملعب ولا دقيقة اليوم رأى متوجد في المنتخب المحلي ملعب ولا دقيقة في تور نواه داك اليوم رأى موجود الحمد لله الحمد لله لما تكلمنا في البداية وقلنا باللي اتحادية السبقة راي تخدم مصالحها الخاصة الناس هجبتنا بعض فئة قليلة وقالوا لنا باللي راكم مزدته مرضى بزطشي وكذا احنا لما تكلمنا تكلمنا عن حق وببينا يهاجموا زطشي ولا انتقدوا حاجة بينا انتقدوا السياسات سياساتها وفاشلة لكن لما تكلمنا تكلمنا من منظور من منظور المنطق المنطق يقول اي منتخب في العالم تجيب احسن اللاعبين سواء منتخب بحلي منتخب الاول اويفان ترواء اويفان ترواء اقل من سبعة عشرين سنة هم كل فئة تجيب الاحسن لكن في عهد سابق كان طلال يستفع عشر لاعبين من نادي واحد عشر لاعبين من نادي واحد ها نعم كانت ايضا لاليس فيها سبعة لاعبين من نادي واحد كانت ايضا لاليس فيها ستة لاعبين من نادي واحد هلاش هلاش كلنا جزائرين عليها تعصطيف ما يعرفوش يعبو بالو الصورة ما يعرفوش يعبو بالو ما يعرفوش يمارسوا كرة القدم ما عندمش لاعب يشبه في الصورة ما عندمش سطيف لاعب ولا زوز يشبه مكنش السياسة الاقصاء هادي هاي السياسة الاقصاء اقصاء المنتخب المحلي من الشان اقصاء منتخب الاولمبي اقصاء اقل من عشرين سناء اقصاء اقل من ساعة سبعة عشر سناء اروا اروا على على الاقصاء هدا راجع للسياسات فاشلة لما تكلمنا ما تكلمناش يعني الحمد لله بارح وش قلت قلت حاجة لي تغيظ الواحد انه كنا قادرين تأهله كأس فريق المحلي شان اقل شي حتى التصفيات الولمبية كنا قادرين تأهله مما علش طحنا معها غانا وطحنا معها في رقكبار ونقولوا معلش منتخبات عندها عندها عادات تقاليد تاحها مما صح المنتخب المحلي كنا قادرين مش حاجة صعيبة يعني ولا عاجة معجزة ولا كنا قادرين قادرين في حاجة واحدة ويلا عندنا مدر بعدر عندنا اتحادية ما تدخلش في القوائم منتع المنتخبات الوطنية واتحادية تخدم المصلحة العامة ما تخدمش مصالحها الخاصة لكن للأسف تقصينا ما قدرناش نتأهله أمور واضحة وسياسة واضحة وأسباب واضحة الآن الحمد لله الشي اللي اختلف بين السابق والآن وشي هو الاختلاف الاختلاف انه في السابق كان الاتحادية تخدم مصالحها الخاصة هل معقول العيطه لاعب من السطيف ولا لاعب من السورة ولي جوان نتاعي وين نديرهم هذا المنطق ومنطق تاحم تفسيروا هذا الشي لما نجيب لعبي من السطيف ويبانوا ويتباعوا مثلا يحترفوا في أوروبا الفائدة لما ترجع ترجع للنادي نتاعي ولا ترجع للسطيف ترجع للسطيف نفس الشي للصورة الفائدة ترجع للصورة ما ترجعش للنادي نتاعي يبان يمالا وش ندير سياسة الاقصاء نقصي اللاعبين كامل يجي بغير للجوار عشر لاعبين في نادي واحد عشرة أنا الشي نعرفه كالنوني ذاكرة نتاعي ممكن ننسى إنه الصورة عندها عام ولا زوج كانت دات شمبيونة تاع الرديف ولا ولا جدو زيام ولا في اللحب من الأولى لثالحة يا شمبيونة يا جد ثانية ولا ثالحة يعني في النواحي هذا ولا لعب ولا لعب على على سياسة الاقصاء على الحقرة لا الحقرة ميش مليحة الحقرة ميش مليحة ما أعطاوي هذا الشي اللي قالوا الحمد لله احنا مع Нет مما ت heroes احنا على مكان تجاه ن المنطق الوقت اعطان حق الحمد لله الحمد لله لأن criteria من اجل الكلام وثارثرة فاقبل. انا البارح اجيبني جوار ما نطاردو. مش عيب. مش عيب. اذا ما نجيبوش مجوار باردو. نجيبو لي جوارتها باردو. ولا ما نجيبوها مش. بس صح. نجيبو الاحسن. وتكون كاينة عدالة. مش معناها عدالة معناها الاحسن هو اللي يلعب. سطيف عندها ربعة نجيبها ربعة. يطيرون جيبها ربعة. الصورة عندها زوجة ثلاثة يطيرون. نجيبهم. السياسي مولودية وهران. مولودية جزائر. الالتحاد العاصمة. بنادي باردو. محليش. هذا منتخب محلي يجيبو غير الاحسن من كل النوادي. في كل بس. بس صح. قبل عشر لعبين من باردو. والنتيجة يعطيني انثمار وشي اقصاءات. بالجملة. من الادسات واطلع. حتى اللوكاد. ما كانش. المنتخب محلي يقصاء. الادسات وروح. على حقرة. الحقرة هاي وش تجيب. معطاوي. الشي اللي قاله قلته ونعودها هذا قلناها سابقا. والحمد لله. ايضا مدرب المولودية السابق عمروش. قل له كاين جول. اسبوب بالخير. حفي ما يتكون فوكا. قبل له ما يلعبش. هرح تكون فوكا مع اللوكاد. هذي هي. اذا ما تكلمنا الناس اللي اي مريضة عندها مرض نفسي. يقول لك او مريض بزتشي. نا مانيش مريض بزتشي. انا لاش تكلمت على البارح. تكلمت عني باليراني ما ينكونش ظالم زتشي فقط. قالت لمنطقات سياسة زتشي ما ظلمتوش. مانيش مريض بنادي بارادو الحمد لله. انا البارح جوار ذاكا بتاع بارادو قادري يعجبني. اغم من بارادو كن عينيك وشتنا عندي عقدة من بارادو. راني نهاجم فيه. بصح لا لعب. جوار باين عنده كاليتي. عنده مؤهلات. عنده فنيات. يلعب الكرة في الارض. موش يلعب الكرة في السماء. عنده مروغة تخفيف يعرف هي يفنسي القدام. وهذا. هذا تحتاجه في المنتخب الوطني. ان شاء الله يطور امكانياتها. وان شاء الله يروح للقرب. حاجة مليحة عاشة تشرف. احنا ما قلناش نقصو نادي بارادو. احنا قلنا العدل. الجوار اللي مليح تجيبوه. سواء في بارادو ولا في الصطيف ولا في الصورة ولا في اقسنطينا ولا في في وارن ولا في المرودية ولا في الياسماء ولا في النهد. اللي جوار اللي مليح تجيبوه. اذا الحمد لله. لما تكلمنا تكلمنا بصدق. والحمد لله الوقت اعطينا الحق. الحمد لله. انسان ضاميره مرتاح. ضاميره مرتاح. اذا نتمنوا الخير للمنتخب المحلي وإن شاء الله مزيد من التألق خاصا في كأس العرب ومن بعدها إن شاء الله الشان إن شاء الله يستطيع التألقوا إذن بالتوفيق لمنتخب الوطني والمدرب مجيد بوكرة فالأخير متقنع مع مزيد من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته